موسيقى تحياتي مشاهدين الكرام وهذه جولة مع الصحف التي صدرت صباح اليوم نبدأ بالصحف المصرية مع الأهرام حيث أكدت الصحيفة أن النائب العام باقي في منصبه وحكومة قنديل مستمرة أكد المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية عمر عامر أن النائب العام طلعت عبدالله باقي في منصبه وأن مسألة الطعن على قرار المحكمة بشأن إلغاء قرار إقالة النائب العام السابق ما زالت قيد الدراسة وأضاف عامر أن حكومة الدكتور هشام قنديل مستمرة أيضا في أداء عملها مشيرا إلى أن الجميع يتفقون على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قدر مناسب من الاستقرار إقالة رئيس جامعة الأزهر في قضية التسمم هذا ما أكدته اليوم السابع وقالت إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قرر إقالة رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد ومسؤول المدينة الجامعية والدعوة فورا لانتخابات رئاسة جامعة الأزهر الشريف بعد يومين من حادث تسمم ما يزيد عن خمسمائة طالب بالمدينة الجامعية مجلس الوزراء يدعو للالتزام بالسلمية في ذكرى السادس من إبريل عنوان نقرأ تفاصيله من جريدة الوطن مجلس الوزراء أهب بكافة القوى السياسية لالتزام بالروح السلمية في التعبير عن أرائهم في إطار حضاري مستمد من روح ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك مع قرب حلول ذكرى يوم السادس من إبريل مؤكداً أهمية أن تكون المناسبة ذكرى للاحتفال والتوحد ننتقل إلى الأخبار التي ركزت على مشروع تطوير محور قناة السويس حيث كتبت التمليك ممنوع في محور القناة وذير الاستثمار أسام صالح أعلن أنه جاري حالياً لإعداد لطرح تطوير محور قناة السويس للأجانب والمصريين بنظام حق الانتفاع لمدة خمسين عاماً مشيراً إلى أن تطوير المحور ينطلق من منطقة شمال غربي خليج السويس وقال الوزير إنه من المتوقع أن يتم جذب تثمارات محلية وأجنبية تصل إلى عشرة مليارات دولار بما يتيح ما بين 140 إلى 150 ألف فرصة عمل للمصريين من أبناء القناة ننتقل إلى المقالات حيث أكد الكاتب أحمد البري في مقاله بالأهرام بإلقاء الضوء على قانون الانتخابات الجديد وجواز استخدام الشعارات الدينية وما ينطوي عليه من خطورة وكتب تحت عنوان مجرد شعارات السمح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات يفتح الباب أمام حرب حقيقية بين مرشح الطيارات الإسلامية وبعضها وبين الطيارات الأخرى لجذب البسطاء فنحن شعب متدين بطبعه وتغلب على معظم الناس الصبغة الدينية حتى في الأمور السياسية التي لا ترتبط بالمسائل العقائدية إن الثوابت الدينية ينبغي الحفاظ عليها وعدم المساس بها تحت أي ذريعة حتى ولو كانت مجرد شعارات أما ما قال دكتور حسن نفع في المصر اليوم دار حول العلاقات المصرية الإيرانية ما لها وما عليها وكتب نفع تحت عنوان الخطاب السلفي والعلاقات مع إيران رغم قناعة التامة بأن لدى إيران طموحات إقليمية إلا أنني كنت وما زلت على قناعة تامة بأن الدفاع عن مصالح مصر والتزاماتها وفي مقدمتها إجهاض الفتن الطائفية في الماء وإطفاء ما قد يشتعل منها يفرض على مصر أن تسعى بكل الوسائل الممكنة لتوسيع منطقة المصالح المشتركة أو تطوير العلاقات التعاون بين البلدين وليس تعميق أسباب الصراع ما يقلقني ليس قوة إيران ولكن ضعف مصر فخذوا بأسباب القوة يرحمكم الله واحضروا من إدخال الأمة في هذه المتاهات والتي تستنزف طاقتها ننتقل إلى الصحف العربية التي صدرت اليوم ولا يزال الشأن السوري هو الأبرز والمسيطر على صفحات الجرائد العربية من عمان العمانية نقرأ الجيش النظامي السوري واسع غاراته الجوية نقرأ اتهم الرئيس السوري الأسد تركيا بالكاذب في كل ما يتعلق بالأزمة السورية في وقت تتوصل فيه العمليات العسكرية على الأرض وتصل تداعياتها مجددا إلى الأراضي اللبنانية ومع تصعود حدة المعارك على أطراف دمشق ومحيطها هدد مصدر عسكري سوري المجموعات المسلحة من الاقتراب من دمشق مؤكدا أن مصير أفرادها سيكون الموت المحتوم فلسطينيا نتحول ونقرأ عن استشهاد الأسير أبو حمدي الذي يحتل المنشتات الرئيسية لكل الصحف العربية اليوم نطالع من الراية القطرية خبرا تحت عنوان أربعة ألاف وستمائة أسير يبدأون معركة الأمعاء الخاوية وتقول تفاصيل إن أربعة ألاف وستمائة أسير في السجون الإسرائيلية بدأوا لمدة ثلاثة أيام إضرابا عن الطعام احتجاجا على استشهاد أبو حمدي في الخليل وفي الخليل عفوا مسقط رأس الشهيد أغلقت المحال التجارية وشهدت المؤسسات المصرفية والمرافق الحياتية والحركة التعليمية إضرابا كاملا استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية حلايب تتصدر مباحثات البشير ومرسي خبر نطالع من الوطن السعودية أكملت العاصمة السودانية الخرطوم استعداداتها لاستقبال الرئيس المصري محمد مرسي الذي يصلها صباح اليوم في زيارة تستمر يومين يجري خلالها مع نظيره السوداني البشير مباحثات لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها منطقة حلايب المشهد العراقي نقرأ بعض تفاصيله من الشرق الأوسط ونقرأ في صدر الصفحة الأولى تحت عنوان رئيس حكومة كردستان يؤكد لم نتفق على استبدال ديكتاتور بآخر نفى رئيس حكومة كردستان العراق أن يكون الأكراد يفكرون في الانفصال ولكنه شن هجوما لاذعا على رئيس الوزراء العراقي المالكي متهما إياه بسياسة تقوم على الهيمنة والسيطرة مؤكدا أن العراق لن تقبل باستبدال ديكتاتور بآخر وأن الجميع في العراق شركاء في الوطن افتتحية البيان الإماراتية جاءت عن القضية الفلسطينية والأسرة في سجون الاحتلال ونقرأ منها تحت عنوان تصعيد إسرائيلي من بوابة الأسرة كما كان متوقعا بدأت إسرائيل بالتصعيد ضد الفلسطينيين عقب زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة واختارت الشروع بملف الأسرة مع استشهاد الأسير ميسار أبو حمدية في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الذي لقاه وذلك بتصريح أمريكي بعد أن أكد أوباما على أن أولوية أمريكا لأمن إسرائيل لكي تملى إسرائيل موقفها بالتناقض فإنها اتهمت السلطة بمحاولة استغلال حادثة استشهاد أبو حمدية لتصعيد الأوضاع لكي يتم تنفيذ السيناريو الذي رسمته إسرائيل بدقة وهو دخول الطرف الفلسطيني إلى أي مفاوضة محتملة وهو مدان بالتصعيد في نظر حلفاء إسرائيل من القدس العربي نقرأ عن الشأن السوري ومقال تحت عنوان عتاب الجيش الحر على أمريكا تتصعد بكثافة انتقادات المعارضة السورية والجيش السوري الحر للولايات المتحدة ورئيسها باراك أوباما بسبب رفض تصليح المعارضة بأسلحة حديثة متطورة لحسم الحرب عسكريا لصالحها وصالح الهدف الأساسي وهو الإطاحة بالنظام الأسدي الغاشم ما لا تدركه المعارضة السورية أن الولايات المتحدة قا قوة استعمارية كبرى لها مصالح وتنطلق في سياساتها دائما بما يخدم هذه المصالح ويعززها فالتعاطف الإنساني يحتل دائما دا إلى اهتماماتها فهي كل ما تخشاه خطر الجماعات الجهادية على حليفاتها إسرائيل لذلك لن تدعم المعارضة السورية جرالة زنبغوست الإسرائيلية نقرأ منها كاري يزور إسرائيل أملا في استئناف محادثات السلام وكتبت هذه الصحيفة تقول إن وزير الخارجية الأمريكية جون كاري سيعود إلى إسرائيل مساء السبت القادم في مساء لإيجاد صيغة جديدة من أجل إعادة الفلسطينين والإسرائيليين إلى محادثات سلام تستند إلى إيماءات من شأنها بناء ثقة بين الجانبين ومن بين الأفكار التي سيتم طرحها إطلاق إسرائيل صراح الأسرى الفلسطينيين وتعهد الجانب الفلسطيني بالإحجام عن اتخاذ المزيد من الخطوات إحدية الجانب في المحافل الدولية دايلي تاليغراف البريطانية نقرأ منها إيران تخسر 100 مليار دولار في سبيل مشروعها النووي وقالت إن تقريرا صدر عن مؤسسة كارنجي للسلام الدولي بواشنطن أكد إن إيران لا تزل توصل مساعيها النووية على الرغم من أنها جنت خسائر بلغت 100 مليار دولار وأشار التقرير إلى أن إيران لن تنهي نشاطها النووي ببساطة لفتن إلى أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن وضمان السلمية أما التصعيد في شبه الجزيرة الكورية فقد تناولته لوموند الفرنسية وترحت تساؤلا عن حقيقة التهديدات الكورية الشمالية في المنطقة وقالت بيونج يونج تمتلك ترسنة نووية كبيرة قادرة على إطلاق كافة أنواع الصواريخ سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى الجارديان البريطانية أجرت حوارا مع رئيس وزراء تونس الجديد علي العريض الذي صرح أن الحكومة التي يقودها ستخضع للتوافق وأن حركة النهضة ليس لها برنامج خفي لاحتكار السلطة متابعا أن تونس تمر بفترة تحول حارجة للغاية قدمت فيها حركة النهضة التنازلات من أجل تهديئة الوضع المتوتر وتريد أن تحكم البلاد بالتوافق من مقالات كريستين ساينس مونيتور نقرأ عن قرد صندوق النقض والحالة الاقتصادية الحارجة التي تمر بها مصر وكتبت هذه الجريدة تحت عنوان مصر بين شقي الرحى مصر باتت بين شقي الرحى الحاجة إلى الدعم الدولي والحاجة إلى رعاية الفقراء بينما الوقت يمضي فمصر الآن في حاجة ماسة إلى أموال صندوق النقض الدولي ولكن أموال الصندوق تتطلب اتخاذ تدابير قاسية من قبل حكومة مضطربة منذ البداية النظام في مصر بات يواجه خيارات أكثر صعوبة بخلاف رغيف العيش تتمثل في أن مساحة المناورة السياسية أخذت في التآكل بعد أن أدى الاضطراب السياسي إلى تجميد عملية اتخاذ القرار في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري وارتياب الدائنين الأجانب الواشنطن بوست الأمريكية كتبت في مقالها حول احتمالات الحرب ما بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تحت عنوان أمريكا تسعى لاحتواء التهديدات النووية لكوريا الشمالية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسعى جاهدة بعد أكثر من أربعة أعوام انتهجت فيها السبل الدبلوماسية إلى احتواء التهديدات النووية التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران على أمن الولايات المتحدة إن الطموحات النووية لكل الدولتين سبقت وتجاوزت خطوات إدارة أوباما والتي صبت جهدها على اتباع سبل الدبلوماسية الدولية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي ووقف كوريا الشمالية من استئناف برنامجها النووي بعد أن ظل عالقا طيلة أعوام إلا أن حقيقة المشهد تشير إلى أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها الأوروبيين والأسيويين أيضا بدوا بعيدين عن حل أي من القضيتين فاصل مع أبرز رسوم الكاركاتير في صحف اليوم وانتهت هذه الجولة المنطقة إخباريا دائما على رأس الساعة في أمان الله اشتركوا في القناة